حديثي هذه المرة سيكون حول موضوع يشغل كثير من الجزائرين هذه الأيام أيام الصيف الحارة هناك مشكل مطروح هذا العام أكثر بما من السنوات الماضية والمشكل أصبح قضية حقيقة بالنسبة للجزائريين اللي لديهم كثير من الهموم والمشاكل والمتعب أصبح فترة الصيف أيضا بالإضافة لانقطاع المياه المعروف ومكرر مدن كثيرة خاصة في غرب البلاد وأيضا في الجنوب مناطق كثيرة في غرب البلاد تعاني من ندرة المياه مدن كبيرة تقطع عليها المياه لعدة ساعات في اليوم وأحيانا بعض المدن وبعض القرى للأيام لكن مشكلة المياه ليست فقط هي المشكلة الرئيسي اللي يعانونه جزائرين الآن في مشكلة جديدة تقريبا أو متجدد إذا شئنا ومشكل من قطاع الكهرباء مشكلة آخر مضافة للمعاناة تعالي الناس في فترة الصيف من درجات الحرارة في الشمال هذه الأيام اللي مضت الأسبوع الماضي حين اليوم السبت 19 جميلية الأسبوع الماضي قبل سقوط الأمطار في العاصمة وفي المنطقة الشرقية كانت درجة الحرارة وصلت إلى 40 درجة و42 و44 في كثير من المدن ولكن في أماكن أخرى وصلت إلى أكثر من ذلك بكثير في المناطق الجنوبية في مناطق الصحراء الجزائرية المعدل أخبرت قول أن المعدل كان 50 درجة وفي الظل وفي أحيان معينة كان يوصل إلى 55 درجة نتخيل أي حرارة هذه وأي سخونة للجو طبعا هذه هي الطبيعة منطقة الصحراء الجزائرية من أسخى المناطق في العالم يقال أن منطقة عين صالح هي تقريبا من بين أسخى النقاط العالم ولكن الطبيعة ليست هي المسؤولة عن ما يحدث طبيعة معروفة ومنذ زمن اللي يحدث الآن من قطاع الكهرباء هو بفعل فاعل وبفعل بسؤول إدارة بفعل المشاكل تضاف للإهمال للمبالات لعدم الإحساس للناس الأسباب هناك أسباب غير منطقية من بين الأسباب هذه هو أنه ما فيش كمية كافية من الكهرباء وهذا أمر غريب جدا في بلد مثل الجزائر اللي هو بلد الطاقة بامتياز الجزائر بلد بيترولي الجزائر بلد غازي الجزائر فيها إمكانيات لإنتاج طاقات ما يسمى الطاقة النظيفة اللي هي الطاقة الشمسية اللي هي طاقة بالرياح يعني عندة أنواع من الطاقة ممكن تنتجها الجزائر المعاناة هنا كما قلت مضعفة لأن الطاقة موجودة في هذه المناطق والحرارة أكثر في هذه المناطق وهذه المناطق محرومة وهمشة أساسا ومع ذلك تضاف لهم مشاكل أخرى وهو قطع طيار الكهربائي عنهم وفي كثير من الأحيان تحترق الأدوات الكهربائية اللي يستعملوها من ثلاجات من أدوات للتبريد من آلات كهرومنزلية وآلات إلكترونية تحترق لأن الكهرباء تأتي وتأتي بطرق مختلفة أحيانا يكون ما يسمى الطاقة تكون عالية وأحيانا تكون منخفضة إلى آخره إذن المعاناة مكررة ومتكررة ومتضعظمة وكل ما مرينا دخل الصيف يعني الآن إحنا في منتصف جميل يوم ما زال شهر كامل وهو شهر حر وحر جدا وهو شهر أوغست شهر أوت وبعدين أيضا شهر سبتمبر حر أيضا إلى ما في أكتوبر أيضا شهر حر ومع ذلك فالمعاناة متاع أحد من الناس وهذه السكان غير منطقية وغير معقولة ليزيد من معاناتهم أن أيضا الشركات المتواجدة هناك شركات الدولية لتستخرج البترول والغاز تأخذ كميات هائلة من الكهرباء طبعا هذه الشركات لها موظفين ولها عمال ولا تريد أن تسمع مما يسمى من قطعات الكهرباء في بعض الشركات التي توفر الكهرباء النفسية لكن لا يوجد كثير من الشركات التي نقض الكهرباء من سونوي الغاز وبالتالي تأخذ من الأحياء طبعا بأن لها السون 그게 منزمة بأن لا تقطع الكهرباء على هذه الشركات وهذه الشركات لا تتحمل من قطع الكهرباء وبالعكس موظفين لهم حمامات سباحة ولهم تبريد وإلى آخره ولكن القرى والمدن في منطقة الجنوب تعاني مضاعفة لأنهم يأخذوا الكميات المفروض تمشي لها أكثر هذا عمل إجرامي إجرام حقيقة داخل الشركة سوني القاز وداخل المعنيين بالأمر لكن لهم هم الأمر في آخر المطاف